الله خلقنا على صورته لأنه الإنسان يستطيع أيضاً أن يستمتع بالعلاقة مع الله يستطيع أن يتواصل مع الله من خلال الشاركة مع الله وهذا ما حدث مع آدم في الجنة في جنة عدن مع أنه الله روح ولكنه كان يتمشى في جنة عدن كان يكلمنا من البدء كما قال رب يسوع في إنجيل يحنى فهو محبة ومن خلال المحبة فعلاً الله يريد أن يكون في علاقة لذة مع بني آدم لذاتي مع بني آدم في شركة في علاقة حميمية مع الله خلقنا أحبائي لنعكس صورته نعكس مجده نعكس قداسته نعكس مثاله نعكس محبته في كل الأمور الحياة بالحقيقة أنه الله خلقنا على صورته أي لنا طبيعة ثالوثية مثل الله لكن الفرق مثل ما حكيت الله أزلي فإذن الحرية والاختيار من بداية الخلق الله وضع شجرة في وسط الجنة تسمى شجرة معرفة الخير والشر والرب طلب من آدم أن يأكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة اللي منع آدم أن يوكل فإعطال حرية وإعطال اختيار لأنه الإنسان مش روبوت مش مجرد مسير وإلا هذا يعكس فكرة أدبية مغلوطة عن الله عن الله نفسه الله ذاته فالله خيره وإعطال حرية رغم أنه كان بيتمتع في كل الخلائق اللي الله خلقها لآدم ويتصلت عليها ويسميها وكان في قمة وفي غاية السعادة والبراءة ولكن طلب منه أن لا يأكل من هذه الشجرة بحال أن يأكل من هذه الشجرة شجرة الخير معرفة الخير والشر يقول كتاب موتا تمتا ولكن آدم اختار أن يأكل من هذه الشجرة فعصى وسقط آدم وسقطت ذرية مع آدم واجتازه وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع إذ الجميع أخطى في رئيس الخليقة العطيقة القديمة اللي هو آدم فكلنا سقطنا مع آدم ولهذا أحباء تشوهت الصورة الأدبية بسبب خطية آدم ولكن بالفداء من خلال يسوع المسيح استردت هذه الصورة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ثم مكتوب في رسالة أفسوس الإصحاح الرابع من آية 23 وآية 24 مكتوب وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق فإذن من محبة الله الله خلقنا على صورته في الخطية تشوهت هذه الصورة ولكن بموت المسيح على الصليب استردت هذه الصورة بحسب البر وقداسة مخلوقين بحسب البر وقداسة الحق ترجمة نانسي قنقر